أصبح الكشف النهائي فيه مين؟ كشف النهائي للمرشحين هنستعرضه معاكو سريعاً لأنه ده اللي خلاص هيتم طب استمارات الترشيح بكرة على هذا الأساس كانت لسه إدارة النادي ما طبعتش استمارات التصويت بكرة هيتم طبعها واعتمادها من الجهة الإدارية ليس فيها السيد وليد الفيل لكن فيها على مقعد الرئيس خالد سليمان أبو العيل عيد والكابتن محمود إبراهيم الخطيب الاثنين على مقعد رئيس مجلس الإدارة على مقعد نائب الرئيس فقط الأستاذ العمري فاروق محمد عبد الحميد العمري لكنه يلزم الحصول على 10% من الأصوات ودي نقطة مهمة جداً الأعضاء لازم نرعوها لازم ناخد 25% من نسبة عدد الأصوات حتى وإن كان نجح بالتسكية فقط على مقعد نائب الرئيس الأستاذ العمري فاروق على مقعد أمين السندوق المهندس خالد مرتاجي والأستاذ خالد الدرندالي في عضوية مجلس الإدارة فوق السن في عشر مرشحين الدكتور أحمد غيط كابتن حسام غالي الأستاذ طاري أنديل الدكتور محمد جمال مادة أبو العزيم المهندس محمد زكريا سراج الدكتور محمد شاوي الأستاذ محمد الضماطي والأستاذ محمد الغزاوي والأستاذة منار سعيد والدكتور مهند مجدي العشر أسماء المرشحين للعضوية فوق السن حيتم انتخاب سبعة منهم فيه كمان خمسة مرشحين للعضوية تحت السن ودول مقعدين يعني من الخمسة بننتخب اتنين من العشرة بننتخب سبعة ومن الخمسة بننتخب اتنين من بين الأستاذ عبدالله العياشي المهندس عبدالله العياشي والأستاذ عمر ربيع ياسين والأستاذ محمد جمال الجرحي والأستاذ محمد رقفة الهندوي والأستاذة مي عاط دول الخمسة المرشحين تحت السن بيتم انتخاب اتنين منهم والعشرة فوق السن بيتم انتخاب سبعة منهم بيتم انتخاب اتنين من خمسة المرشحين